ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مارب خلية إرهابية على ارتباط بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمارب العميد السليم السياغي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبا إن قوات الأمن تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناء على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة وأضاف أنه بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحر لعناصر الخلية قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب تم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتهم وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ظلت لفترة ترصد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من تسول نفسه المساس بأمن واستقرار محافظة مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة